للي وقت ما نتابه ما فينا ما نحبه نتفاعل معه ونصدقه بكل دور بيقديه بكل احترافية مهنية وأحساس عالي وصدق الممثل مازن معدم وزوج توراليا أول مرة بتطلع فيه وحدة وبحس إننا عم تطلع فيها مثل المصدر ما بعرف شو عم يصير ليه معقول الوحد يحس حاله كأنه مغروم بوحدة سابق كذا سنة هيدا بيقولوله الحب من أول نظرة أو الحب من أول مشكل صدقني أول ما شفت عم تطلع بسيارة هيدا الإنسان ما بعرف شو صار له هيدا يلا عم تقيله إذا الحقت وعرفت مين هو بدي أخفيه عن وجه الأرض ليه حرام شو عامل بعتلي ورد شو أنتحك من اليوم هو بالرايح ممنوع حدا يبعتليك ورود أو غير ورود إلا أنا أنا فقط لا غير جيوبيني لونا بيق له بهالمخطط بيق عارف إنك جيبتوهن عالضايعة لحتى طول بسيني بليلة واتزحيني من الطريق ويصفى لكم الجو أنت وياه فيلم نهون كريم اللي عم تقوله كتير بشع بشع مش أبشع من حقيقتك لونا مش أبشع من حقيقتك فيلم نهون كريم ما عملت شي أبدا بس أنا حر بشغل مين ما بدي وبش حط مين ما بدي لا 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 ما تقل لي ما تقل لي إنو بك توظف لولو محلي هادي صاحبتك اللي برا مش حنيع معي كنتو فلي مازن معظم وراني معظم أهلا وسهلا فيكم بها الحلقة الخاصة بفالنتين هابي بالنتينز دي ينعد عليكم مازن ما بنعرف لما بنعرف ونسمع بمازن معظم شخصيتك مرتبطة بالرومانسية وبالحب برغم كل الأدوار المهمية اللي قديتها منطبعة بزاكرتنا هالصورة بداية أكيد شغلة كتير حلوة بداية خبرناك كيف بلشت قصة الحب بينتكن نحنا ما كنا بنعرف بعض كان فيه كومون فرينز عرفونا ع بعض قعدنا بكفاهية لأهلا الكفاه هدي وصار فيه هيك استلطاف من أول اللقاء وأخذنا إرقام التليفونات وصلنا لكي مع بعض بسعاد وأول مرة دقيتله عملت حالة المشعار في قالوا اي مين معي هادي لعب راني على التياول ايه أول نصيب ايه وصار النصيب سبحان الله شو الانتباع اللي أخذتي عن مازان أول بأول اللي قال للكون حصيت أول شيء أنه سيريس هو كان حصيت أنه أول شيء كان سيريس بعدين بدل التليفون وراء التليفون وصلنا هيك نقرب من بعض أكتر بس ما كان في حب يعني حب حب كتير قوي ما كان في حب كتير قوي كنا بس عم نتعرفها بعض أول فترة أول فترة أدي دائما تقريبا هالفترة أه قبل الخطبة يعني قبل ما نخطب شيء ما كتير أشهر يعني أخذت الفكرة لا لأنه كان سيريس هو أنا أخذت الانتباعا هو عن جد كان سيريس يعني راني قال مازان أنه كان حب عن عقل كان اختيار عقل بأيدي أو اختيار عن عقل صحيح وكننا يعني أنه تفهمنا إذا بدك يعني صار فيه تفاهم وعلى العشرة بلش يولد هيدا الحب ويكبر مع الأيام وخصوصا هلأ مع العيلة الحلوة مع الولاد خلي لك يا رب نحنا ما تشكرك اليوم لأنه أول طلل إليك كنا عم نحكي عن تجيغل وما تجيغل وهيك قصص وانت شاب شاعري وأيضا سنت رانيا بتطير العقل مغير اللوك ايه نعيما مازان مرسي مرسي هذا لوك جديد باي جوزيف سعد باي نايز بدأ له مرسي ودرست باي بودي ديب كمان بدأ له مرسي تير حبيت والبالنتاين كمان ورانيا كمانا بتطير العقل شاعري حبيبتو لم غير اللوك مازان كيف جارة استخنات عن شعراتك ايه شايفي أنا صلي زمان كتير مني قصص شعري من أنا وصغير يعني كان كل ما قول بدي قصص شعري بعدين غير رأيي خاف خاف ويصير فيه انه ركورات مثلا نكون ركور بمسلسلة فوتها مسلسلة جديدة بس عندي ركور هون ما اقدر انه قصص شعري كلمال هيك هلأ حبيب قلبي وليد نصيف بوجه له أكبر تحية المخرج وليد نصيف بأول عمل دراما لأيلو أكثير مبسوط أن يكون موجود بأول عمل دراما لأيلو اتفقنا أنه نعمل هيدا اللوك وصار اللي صار وصار اللي صار وحافي بالانتاينز داي شعر شاشي ووو نادر شخص شعر شعر شكراً لكم شكراً لكم أعرفت أنه منك هذا الكيك وأيضاً من زعاني يعطيكم الحياة بوجود ضيوفنا أمتلكون وبوجود الحب اللي بيش مع ضيوفنا كمان أكيد ما في شك شكراً لألقاً على هل الله من عاد عليكم وإن شاء الله الحب دايماً لنجمعكم لفت الحلوية شكراً لكم شكراً لكم رانيا بس ما قلتنا شو رايبي مازل لما أشعروا لأن احنا بهمنا رأي المعجبات ولكن بهمنا كمانا بالدرجة الأولى المدار أول مرة وعتفت على البيت أنا عارفت بدي قص شعره بس ما عرفي هالقد في بيتنا رجل أنا قلت له في حدا غريب عمي بالبيت عمي بالشي بس أنه لا أحبت هيك أكتر بيّن وجه أكتر لمازل وحلو التغيير يعني موقت لتاني والتغيير والسوربريز قدي بيحبها مازل تحب تعميله السوربريز بيهمه بينزعز دائما بفضحها بس هم بيكشفني يعني ما بقدر كفلها لآخر هلأ مبايحة عمل لك سوربريز ولا ما عمل لك لا ما عمل لك هلأ وبعرف إذا يعني هي ما كانت كتير سوربريز لا بس أنه حبت يعني سهرة سهرت بانتان ما فينا بدي أخد رأيي بدي أخد رأيي بدي أخدار السهرانين بهذا المحل برك محبت برك عفتكي بدي أخدار مين الهن الرفقة اللي معنا وكل الخبرية بس السوربريز اللي قدمت لنا ياهلة اليوم كانت نتخذ العقل تنكيز سهلوا أكتر من هيك يعني ما عملنا شيء أكيد لفتي بتعقد نحن كثير مبسوطين أنه نحن موجودين معكم بالحلقة وأنه أنه أنتو فكرتوا فينا أنه نحن نكون بهذا المناسبة الحلوة لأنه نعرف أن الحب دائما جميعكم وإن شاء الله دائما يا رب لأبد لآبدين تنكيو مازل أنت نرجع لمسيرتك الفنية كيف بدت أنت كنت عرض أزي كمانا بالستوديو الفن وأوانيلك المدالية الذهابية بإمتياز ما فيش عاكم هيدا الموضوع شو لي رجع أخذك على التمثيل وعلى هالمهنة أنا كانت عيني على التمثيل من أول ما بلجت وحوالت كتير بالبداية بس كانت دائماً لبوابة مسكرة أبوجي صار هيدا إنه استوديو الفن وقته وكتير رفقاتي دايبوشت بي إنه نقدموا هيك أقدمت الحمد لله مش الحال وضغري أنا تجهت للتمثيل صرت بس صرت معروفة صرت لما دق باب آه مش أنت فلين فلين اللي طلعت بالستوديو الفن صارت شوي أسهل هيك كسرت شوي كسرت شوي كسرت شوي فبلشنا بأدوار صغيرة بالبداية وصرنا شوي شوي الحمد لله وببلشنا ناخد بطولات يعني شك مازل شفناك مؤخراً على شاشتنا بدور كميل بمسلسل قصة حب صحي كيف وفقت على هيدا الدور يلي يعتبر إنه نعتلى إليك مساحة صغيرة نسبياً وكنت في ضيف بالعمل مش بطل من أبطاله صحي كما نحن معوادين أكيد أول شي كل النجوم العالم وأهم نجوم العالم بيعملوا جاست ستار بعض العمال ومسلسلات بسيريز بي أنا العرض علي حبيت كثير الدور حبيت سكريبت وحبيت الدور لأنه دور ريكب بمحله كثير قوي الدور الكاركتير يعني حبيت وقلت مش غلط يعني لابل كنا ننترك مازان فعلا كنا ننترك خصوصا الجيو مع ليليان نمري كان كمانا فضيع هي بتجنن وبحكم أنا صداقتي مع المنتج زياد شويري كمان ما حبيت أقوله لا وصارت هيدا الخبرية هيدا فلاس لأننا كمانا شفتك بالمسلسل وكتير رأي حبينا هيدا وانا اشتقت كتير لشاشة ال ال بي سي انا صار لزمان مش طالب على ال ال بي سي بمسلسل يعني بتمنى انه يرجع طول بمسلسل لبنان إن شاء الله من بطولتك لأنه نحنا كمان أحبينيك وأخدت البطولات كلها على شاشة ال ال بي سي صحيح أنا أكيد بداية انطلاقتي الحقيقية وزا بدك النجومية اللي أخدتها من الدراما كانت من شاشة ال ال بي سي للمسلسلات مثل شامل القوة ورود موزقة لونة اللي كسر الدنيا كنا عم نحكي تحت الهوة ما يكون ولا شخص على الطرقات كنا عم يحضر لونة قاعدين بالبيت يعني هادي من البطولات اللي قمت فيها انت ما في شك أن انت كمان بطل ببيتك مع رانيا بيكونت علي كل يوم بطل أنا بطال مشتركين لا بس أنا اليوم انت عن جاد بطل أنا شاكوبة لا لك يعني لا أنا حسب بعرفت تحت الهوة عرفت شو بدي أحكي رانيا قلت له انه بحب قلت له كيف يعني مبتع قلت له هو بيجاهز لي كل شي وبيعملي صاندوينشت لا عن جاد يعني هلا بدون يحسبك كثير من السيدات هتكون محسوضة هلا رانيا بس أنا أحب المطبخ لأنه هو بحب المطبخ يعني هلا كيف يعني طائعة بكرة بيجاهز لك الترويقة نعم أنا بجهز ترويقة لولاد أكيد على المدرسة والخبريات وقتها نكون يعني مفرسين بالبيت كون أنا عم بيهتم بشي تاني هتعني أنا صاندووشينتو طيبين يعني أنا صاندووش تبعيتي بتكون غير شكل نفسك طيب يعني بالعين عنده نفس أكتر مني على الأكل أنا لأني ما بحب أنا بحب بس يجيني شي جاهز وواكلها آه أوكي ما بتحب الجاهزة انت على المستريح اللي بيقلك لاش لا ملكي بقلب بيتي وعندك الملكة لش أنت يكلل لك صحيح مازن أنت قابل لثلاث أولاد خليل ونازق وميرفا وميرفا اللي ولدت بحزيران بـ 18 حزيران أكيد شو شعورك أنك أب شو أهمية هالدور يعني هو مسؤولية كتير كبيرة طبعا أنه أنت عم تربي عياتي اسم الله حبيبات قلبي أنه عم تربي أنت جيل أنت قد تكوني حريصة أنه أولادك يطلعوا بصورة حلوة يعني كأخلاق وكتهزيب كل هيدا الأشياء اللي أنت تحرص أنه أنت يكونوا موجودين بأولادك هيدا مسؤولية كبيرة طبعا يعني وأنا بالنسبة للتربية أنا دائما بيحكي أنا ورانيا أنه أنا بستمتع بتربية أولادي بستمتع بكل وقت بقضية أنا ويقام منك أسي مع أولادك ما زال لا لا منك أسي بل أنا بوجه لما يكون فيه لزوم للتوجيه بس أنا أتعلم معهم أتعلم ما فينا نتخيل لك أسي حسر رانيا هي ميسوس نو أكتر أكتر رانيا ستريك أكتر أنا دائما هايكي بيسير بيجأوا لك معمي لك شو قالت لنا ما خلف أنا كل الوقت مثلا ما حتى كل الوقت هاي دائما قلنا لا لازم يكون أروأ مع الولاد أنا لازم يكون يعني رفقة نحن وياهم مضموط مشان كمان هني يكونوا أنتو مصدر ثقة لأقلون يجي خبروكم كل شي حتى ما يعملوا قصص من وراء ذهر بيقولوا الأب قد ما فيه يشبع أولاده خصوصا بناته كمان الصبيان حبه حنان لحتى ما يروحوا يفتشوا عليه بالأماكن الغلط إن شاء الله قد ما فيه نشبعه النعاط فيه ويعني شو بدي أقولك يعني الله على البنات ممعقول أنا مغرم فيهم بيصير في غرام ناحية البيت عن جد البنات غير عالم غير عالم من أخذ لك عقلك من أخذ لك عقلك أكثر نازك ولا ميرفا لحقيت ميرفا عن جد ثلاثتون نازك وميرفا وخليل بس هيك بحس بحنية غريبة سباشيال مع نازك لأنه هي كتير أوقات بتجي هيك بتنام حدة كبري تلعب بتجي بتغل فيه بتحب إنه تنام حدة كتير بمبسطة الله يخلي لك ياهن يا رب يعني هيدولي كمانة مسيرة بالمسيرتك بالحياة مازن مفيشك وهيدي يمكن أحلى شي بحياتك غير أنه أنت كمانة عملت 17 عمل وكنت يعني من أبطال ولهدول الأعمال خبرني أي عمل أنت لقيت حالك أنه هيده هي نقطة تحول لمازن معظم وهوني أنا صرت عن جاب ستار أنا عملت أول بطولة لإليه كان مسلسل اسمه البشوات للأسف منعرض كله رجعت عملت كمان حب أعمى كمان صار في نفس المشكلة بالموضوع فأنا فلت وقتها سفرت من لبنان عد سنتين بره رجعت أخدت شوي وقت لحتى أرجع فوت على الدراما عملت قصة سلمة كان على الهل بي سي هذا أول بطولة بعد رجعتي ورود مبزقة مع أنه مكان بطولة مطلقة بس هذا اللي هو عملي نقطة التحول اللي بيّنت لأدوات التمثيلين وفيه فقف ومن بعدها الحمد لله مفتحت كل البواب وصار يجيني كتير وشغل طالعا ما عم نحكي عن الشغل بنحكي عن عملك بالخارج بنعرف أنه قدمت عملين خارج لبنان على صعيد عالمي أولا فيلم سينمائي عالمي بالأردن والتاني مسلسل درامي بالمغرب خبرنا عنهم المسلسل هو اللي بالمغرب هو منه مغربي هو عمل لبناني بس نحنا صورنا بالمغرب بس صورته بالمغرب شوفنا هلأ كان مشهد منه اللي هو شيء من القوة نعم بس الفيلم هو فيلم أردني كتابت وأخراجي رفقي ع الساف انتاج رولا ناصر بطولة أشرف برهم فاتنة ليلى وأنا نحنا ثلاث أبطال بالفيل بياخد العقل فين القصة رائعة عظيم كتير بحبه أنا لهذا السكريب أول ما قريت قلت أنا لازم كون موجود بهذا الموفي وكتير مبسطت أنه اختاروني أنا هو الدور بيكون مخرج لبناني بفيلم لبنان بحرب تموز بعيش بالأردن هو شغف وحلم وسينما بس هو بيضطر يشتغل تي في لأنه بديو يطلع مصاري مخرج تليفزيوني بيعمل برامج بالتليفزيون الأردني سو بيصير يعني الصدفة هي بتجمع هولة ثلاثة أبطال بلوكيشون واحد وبتدور الأحداث حلو وهون يكي بيبلش الأكشن مثل ما عظم كممثل لبناني شو بيلاقي الممثل لبناني خارج لبنان شو بيلاقي شو بيلاقي بس تشترك بأعمال عربية إن كانت كمان أوروبية وغيره مشاركات اللبنانية خارج لبناني كتير قليلة كتير كتير قليلة الناس اللي يعني لما حدا ياخد ممثل لبناني يشارك بره يعني أكيد بيحبه وهيدا الممثل اللي اختاره بس إجمالا المشاركات اللبنانية بره قليلة شوي يعني مفروض يعني يصير فيه يقول الماركتينج أكتر للفنان اللبناني الممثل اللبناني مفروض يتسوق أكتر بره لينعرف أكيد يعني دايما نحنا بنسمع أنه الممثل اللبناني بعده منه بييع منه بييع مثل الممثل المصري أو السوري أو كذا منقوله أنه نحنا طب وقامتا يعني للا شوي شوي معناها بتاخد بيبي ستاس بس موسى إذا ما نشغل علينا لحتى نصير نحنا نتسوق بره يعني عند الهيك بس فيما جهود شخصي كمان من قبلكم أكيد رح نشوف أسميكم بالأعمال العربية والأعمال إن شاء الله أنا العمل اللي مشارك فيه إخراج وليد نصيف هو إنتاج ميديا ريفوليوشن سوفن مفيد رفاعي إخراج وليد نصيف كتابة نورش شكلي عمل مصري لبناني سوريا أنا واحد من المشارك أنا مشارك ببطولة هذا العمل ودوري حلو والأدوار بتاخد العقل مع ندينة راسي كوسيخة واللي أمال عرفة تشكيلي أسمي كبيرة حلوة كتير حلوة إنتا اليوم الفالنتينو لكل السات وطبعا أكيد على قلبها لرانيا ما في شك اليوم ما نستقبل بفاكر الترة رح ننتقل هلا لفاكر الترة مع ديزيري أز فكرة خاصة عن الفالنتين موسيقى